ونبدأ بأهم العنوين ماذا قال المستوطنون عن اجتياح واسع لقطاع غزة اطلاق نار متواصلة من حدود منطقة القدس على مستوطنات اسرائيلية استمرار اطلاق النار في المناطق الفلسطينية باتجاه عمليات الاقتحام التي تتم يومينا في الضفة الغربية ماذا قال عنها الجيش الاسرائيلي ثم ننتقل عن الاتفاق النووي الإيراني كيف يقدر الاسرائيليين مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي ثم نذهب في الحديث عن التطبيع ما بين العرب واثر الاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة ثم انتهاك صارخ جديد للاحتلال الاسرائيلي في القدس وهو اكتحام المستوطنين للمسجد الاقصى عبر بوابة الاصباط نبدأ متابعين الكرام في الحدث الابرز لدى الكيان في استطلاع للرأي قمت به القناة الثالثة عشر من الإسرائيلية كان السؤال المركزي ماذا يمكن أن نقول في حال قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي اكتحام قطاع غزة وتغيير البيئة السياسية والإيتان بهدوء يضمن خمسة عشر عاما من عدم إطلاق الصواريخ عبر عملية برية قد تكون النتائجها مقتل أكثر من ثلاثمائة جندي إسرائيلي الإجماع الإسرائيلي أكثر من خمسة وستين في المئة من المستوطنين قالوا بأننا غير مستعدين لهذا الثمن معنى ذلك بأن شعبة الاستخبارات قبل أربعة أعوام من الآن كانت قد تساءلت ذات التساؤل هل يجتمع أو ليستطيع المجتمع الإسرائيلي أن يحتمل دائرة من إصابات واسعة في جنود الاحتلال ما بين ثلاثة آلاف قتيل وجريح بالإضافة إلى عملية واسعة قد تستمر لعدة سنوات لضبط الأمن في قطاع غزة كانت الإجابة بأن المجتمع الإسرائيلي غير ناضج لهذه العملية وأن الأثمان التي يمكن أن تدفع من قبل الاحتلال الإسرائيلي قد تكون كبيرة وقد تكون هناك مفاجآت وقد يكون هناك أسر لجنود وقد تستمر العملية لسنوات ويعني ذلك استنزافا واسعا للقوة الإسرائيلية القناة الثالثة عشر الإسرائيلية التي افترضت بأن عدد الخسائر قد يكون في الاجتياح الشامل لقطاع غزة مقتل ثلاثة مئة جندي إسرائيلي الإجماع غير المسموك لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية نشرنا إلى مجتمع الاحتلال بأننا غير قادرون على استيعاب الثمن هذا يؤكد فرضية تقول بأن التوجهات الإسرائيلية السياسية والأمنية والعسكرية لا تحتمل مواجهة واسعة مع قطاع غزة الافتراضات الأمنية والعسكرية نحو الاجتياح يمكن أن نقرأها من خلال أراء الاستراتيجيين الإسرائيليين والذين برروا عدم القبول بعملية واسعة بثلاثة أسباب السبب الأول هو إمكانية اندلاع مواجهة شاملة في الأراضي الفلسطينية يمكن أن ينعكس ذلك على ما يعرف الجبهات المحيطة ويمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة الذين يؤيدون فرضية الاجتياح الكامل لقطاع غزة تقوم على الآتي يقولون بأن قطاع غزة يشكل عمقا خطيرا لتجمع فئات تعد معادية للكيان وهي الأقرب على سيولة النار وهي الأكثر تحركا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عندما يكون التصعيد يعني ذلك عدم استقراء البيئة الاجتماعية والسياسية في الكيان وليست هناك دولة تحترم نفسها تقبل أن يكون بمعدل كل عام إقلاق للمستوطنين في داخل عاصمة الكيان الذين يفضلون والذين يمتنعون يختلفون كلهم على نتائج الثمن لكن في الاستراتيجية يتفقون بأن قطاع غزة يشكل معضلة إسرائيلية كبيرة ننتقل المتابعين الكرام الحديث عن العنوان التالي هو مرتبط بالتطبيع العربي ما الذي يقلق إسرائيل من كانية التطبيع التساؤل كان اليوم على صحيفة يدعوت أحرانوت وصحف إسرائيلية أخرى ناقشت هل أن التطبيع قد يهتز إذا وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقية تتعلق بضمان عدم انتشار الصواريخ النووية هذا النقاش متابعين الكرام أخذ صداه على الأثر الذي يمكن أن ينعكس على العرب شو دخل العرب في هذا الموضوع؟ دخل العرب بين قسين قالت إسرائيل للعرب في ليتلات من الليالي عندما حلم العرب بأن يكون لهم شرق هادئ على الأقل قالت لهم إسرائيل يمكن لكم يمكننا أن نمنع إيران من امتلاك النووي هذا لن يهدد عمان ولن يهدد الإمارات ولن يهدد السعودية وبذلك تطمئنون بأن إسرائيل تملك العصات السحرية التي تمنع إيران من امتلاك النووي عبر أخذها الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران التقديرات مني جانت ماذا قال اليوم؟ قال بأن إيران أفضت إلى إمكانية القيام بتصنيع الكنبلة النووية أينما شاءت ووقت ما شاءت وبناء على ذلك يقولون بأن العرب قد يذهبون إلى فرضية تقول إذن لم تنجح إسرائيل في منع إيران للوصول إلى النووي ولم تأخذ الولايات المتحدة للمواجهة فما هي جدوى البقاء في حضن إسرائيل؟ يبدو أن الكاتب الإسرائيلي على يضعوت أحرانوت لم يعلم بأن العرب الذين تحولوا إلى قيادة أمة العرب هم سندت سدنة الاحتلال للأسف ولن يعكر صفوهم حتى لو فعلت بهم إسرائيل ما فعلت حتى الاغتصاب يمكن أن يرواه متعة في ذلك ننتقل المتابعين الكرام إلى التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي وماذا قال خبراء الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابقون قالوا على الحكومة الإسرائيلية أن تجهز نفسها لحرب مع إيران وأن المواجهة قد تكون كار قريبة وأكد على ذلك بني جنتس وزير حرب الاحتلال بأن إيران باتت تمتلك القناعة والقدرة لإمكانية صناعات النووي الحديث الإسرائيلي عن المواجهة جعل هناك نقاشا كبيرا حول الاتفاق النووي الإيراني ما الذي يجري في الخفاء؟ المنظومة السياسية تتهم بأنها ضعيفة كتاب اليوم على صحيفة معاريف وهارتس وغيرهم على الأقل لمزوا حكومة الاحتلال ولمزوا لبيد غير المؤثر في السياسة الأمريكية هيئة الأركان التي ترى بأن الاتفاقية النووية مع إيران اتفاقية مزعجة وهذا عبر عنه نتنياه واعتبر أن الحكومة لا تؤثر على السياسة لكن نتنياه أيضا اتهمة في الحلبة السياسية الإسرائيلية عندما وجهت له الاتيامات بأنك الذي خربت الاتفاقية الإيرانية الأمريكية والذي مكن إيران من مضاعفة تخصيب اليورانيوم على الأرض ما بين اللوم الداخلي وما بين النتائج على الأرض هناك تخوف إسرائيلي من الخطوة التالية لهم قادرون على اتخاذ قرار المواجهة بيغضب العمسام ولهم قادرون على الصمت يغضب أو تغضب الاستراتيجية الإسرائيلية يرون بالشيطان بن كوسين أنه الذي يمكن أن يطول من إيران خطرا استراتيجيا ويرون أيضا انعكاسات التفجير على المنطقة ستكون كبيرة ما بين الحيرة وعدم القدرة على أخذ قرارات تظل إسرائيل في إرباكي الخطوة التالية فيما تعلق بإيران واليوم نطل على عام 2014 ذكرى المعركة الكبيرة التي حدثت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة وأسر فيها الجنود اليوم تعود إلى الذاكرة 2014 أرى حرب التي أوجعت إسرائيل والتي قال عنها كبار قادة الكيان بأنها أوقعت إسرائيل السياسية في أزمة وأوقعت الحكومة في أزمة وأوقعت الجيش في أزمة ووقعت قهيئة الأركان لدى جيش الاحتلال في أزمة انتهى عصر الاستعراض الذي قادوا لبرمان والذي قال سنأتي برأس قيادة حماس الساعة الأولى من استلامنا للحكم عام 2014 كان أليما على الاحتلال الإسرائيلي لكن شقيق جولدن ماذا قال الجند الأسير لدى المقاومة الفلسطينية حربين ووعود وداست هيئة الأركان على جنودها على بوابة غزة ولم تعد بالجنود النقد كبير والآثار كبيرة على الرغم من أن هناك شهداء كثر في حام 2014 لكن هذه المعركة تشكل الهاجس التي وضعت أمامه مساحة استراتيجية للتساؤل بأن الكيان دفع ثمنا كبيرا في الحرب نذهب إلى التجاوزات الإسرائيلية على بوابة القدس المرة باب الأصباط أحد أبواب القدس القيمة والثمينة والحاضرة تجاوز تاريخي الاحتلال دخل عبر المستوطنين عبر بوابة الأصباط إلى داخل المسجد الأقصى هذا لم يكن موجودا من قبل الاحتلال قال أحد كبار المستوطن اسمعوا جيدا قال بكلمات مختصرة كنا نظن بأن هذا الاكتحام في السابق قد يؤدي إلى معركة اليوم عبرنا بوابة الأصباط ولم نسمع صوتا الاحتلال يراكم حضورا على بوابات القدس للأسف نذهب متابعين الكرام إلى الخبر الأخير عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية إطلاق النار باتجاه مستوطنات القدس وإصابة مستوطنات إسرائيلية اكتحامة الضفة الغربية ورافقها عمليات إطلاق نار متواصلة جيني نابل سطول كريم كالقيليا قباطي غيرها من المناطق الفلسطينية كل احتلال ما أن ندخل بلدة فلسطينية أو قرية فلسطينية حتى يتم إطلاق النار هذا الشكل لمواجهة الاحتلال لم يعد مألوفا ضباط الجيش الإسرائيلي قالوا بأننا أمام اكتحامات خطرة للغاية في الضفة الغربية عشرات المسلحين يطلقون النار في مناطق مختلفة والاحتلال يقول بأن هذه العمليات في إطلاق النار غير مسبوقة هذا يحتاج إلى إعادة تفكير كيف تحولت الضفة إلى غابة من البنادق القناة الثالثة عشر الإسرائيلية قالت بأن عمليات إطلاق النار الضخمة تشكل تهديدا على ما يبدو لم تجب هيئة الأركان عن آلية مواجهة عملية جز العشبي مواجهة الشبان الفلسطينيين الاعتقالات المنتقى لكن هناك جيل يخرج بعد كل بندقية تسقط من يحملها هناك شبان يطلقون النار من مسافات مختلفة ويحاولون الوصول إلى نقطة الصفر لكن العملية التي كانت هي الأخطر عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين والإصابة مباشرة وعملية نار أخرى في منطب حيط منطقة سلواد وإصابة حافلة إسرائيلية قالت أحد المستوطنات نجونا بأعجوبة الضفة الغربية وإيران والحالة في الأراضي الفلسطينية وعن ترتيب الواقع السياسي كانت عنوين أحببنا أن نطلها عليكم اليوم في قراءة الصحف الإسرائيلية دمتم ود وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر